لأنه النهاردة مثلاً تلقى النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب خطاباً من رابطة الأندية بيفيد بإيه؟ بعدم إقامة مباراة القمة اللي كان محدد لها بكرة الساعة سبعة في ملعب السادة القاهرة ولكن تكملة هذا الخطاب هي الأهم اعتبار فريق النادي الأهلي فائزاً 2-0 وبكده تم حسم الجدل لأنه كان هناك أنباء كثيرة جداً على السوشل ميديا الحقيقة خلال الساعات اللي فاتت الناس كانت تايها يا طرى المطش هيتلعب يا طرى المطش مش هيتلعب طب بعد الخطاب أو بعد البيان اللي عملوا نادي الزمالك إيه اللي حيحصل لكن يا طرى الأهلي حيروح استاد القاهرة غدر ولا لأ كده رابطة الأندية حسمت الجدل اللي كان مثار خلال الساعات اللي فاتت وتم اعتبار النادي الأهلي فائزاً بالمباراة ليحصد ثلاثة نقاط جديدة في مشوار الزحف نحو قمة الدولة الممتاز ويرتفع رصيد المارض الأحمر إلى 45 نقطة من 19 مباراة زي ما حضراتكم شايفين ده البيان اللي نزل على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لأستاذ جمال جبر رابطة الأندية تختر الأهلي بالموقف الرسمي من لقاء القمة تلقى النادي الأهلي خطاباً قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محدداً لها غداً الثلاثاء في السابعة مساءً بملعب أستاذ القاهرة الدولي واعتبار النادي الأهلي فائزاً بالمباراة 2-0